من تونس من شمال إفريقيا تهز لقب نجم الخليج صارت ثورة في الصحافة الخليجية كيفاش معناية تونسية تأخذ اللقب أمام مشتركة من السعودية مش غرور نقول إنا الفنينة تونسية الوحيدة اللي صورت لي ثمرات ترتة في موسم واحد تعرف دي الانتاجات في تونس يعني يا تنتش من جيبك وقريبة تبوسل تبوسهم وتقولهم ربي عديوا لي لغنية وما يعديوهاش السر كوي بين تالف زو إذاعة هي عصابة في تونس ما تتعديش هنا ما تتعديش هنا أنا قلبي معبيع ما الأعلمين كل في تونس تعديت عندك عام ونص وليت عندي إدارة تعملوا منني وليوا يكلموني سبحان الله ونخلالك أنت اليوم نحب نقول اللي اللقب سفيرة للنواية الحسنة نتخلى علي أنت أول فنانة تونسية خذت لقامة الذهبية ولا لطيفة ولا أنا قفال أنا الأول تروح لتونس تعمل حراس ولا طولة نه جيمة في انستجرامك أربعة ملايين متابعة تعتبر اليوم فنانة أو أنفلونسر مانيش أنفلونسر لأ لكن هالفا ما فنانيني يعملوا إعلانات وقت ما يجيني إعلانة مع دولتي جبانة تيفاني أنت كو فاندي إيرميس والله ما بش نمشيينة ندهن البوماذا في داية معمولة بطماطم ونعلي هالفا ما بش خاصة أمين الغربي أهلا وسهلا مرحبا بك في جولدن بودكاست عايشك سوهيل سفا مرحبا حتى أنا فرحان ومرحبا بك بحثينا عايشك وإن شاء الله تتعدى حلقة ممتازة جدا إن شاء الله إن شاء الله أكيد بش نعرفك كنقص حاجة كلي لونك أميل الغربي من عائلة متواضعة في تونس تحديدا من جرومبيليا أي شنو تتذكر من جرومبيليا في الصغر في طفولة يعني ما صغر يعني مدرسة والطفولة وهذا هو مرحلة المراهقة كيفاش كنت؟ كنت صعيبة ولا؟ عادية بالعكس أنا مرات نقول يا ريت يرجع هذوك ليمت يعني محليهم تتوحش منهم شنو بالضبط؟ كنا يعني ليمت هذو كنا نعيشوا ببساطة مش كيمة طوعة مش يغل الحياة والخدمة عرفت أكثر ضخمة كنا عايشين أطفال يعني الطفل شنوها يعني أقصى حدود والطفل إنو يتفرش في دي ساني مي ويرقد ويروح يمشي المدرسة وكاها ويروح فرحان يروح عام الجو بيسوية بيه دونك إرسمت ثنيتك وحدك عملت محاولة أولى في سوبرستار الفين وخمسة هاي وما كانتش ناجحة التجربة ذيكا ومن بعد تعرفت في برنامج نجم الخليج سنة الفين وعشرة لكن قبل هذو فما خطويت في تونس كنت فزت باللقاء بوقتها وكان سيكسي كبير برشة الأمان الغربي تجرب قبلها شنو بضبط الفين وخمسة و الفين واربع و الفين وخمسة كانت حصلت على الجهزة الأولى مواهب بالتونسية كان في افتتاح مهرجين بوغرنين حميم لمفو هذا غني على التعريف يعني ما ساكل تعرفه وبعدك الفين وخمسة الجهزة الأولى لمواهب المغرب العربي اللي كذلك اختتام مهرجين بوغرنين في حميم لمفو كان ما يخذ جمهرية كبيرة هذا قبل الفين وخمسة ولا بعد الفين واربع و الفين وخمسة كانوا منكم بعد كانت التجربة متع سوبرستار بعدها بالضبط سوبرستار وصلنا من التصفيات يعني قبل الحلقات المباشرة وبعدك اجي نجمى خاليج قدش مهم كما احنا في تونس نقول الدوام ينقو بالرخام الاسرار انك تصري على حلمك انك توصل له مهم انه يعاونك نفسانيا خاطر نتصور فما فما ناس او فما فنانين اول معتها اول تعرقيلة اول عثرة يقول يسلم يسلم ويقول فك علي وكهاويز لا انا عندي عندي كنحط حاجة في بالي نوصل لها نوصل لها ما عنديش حال ثاني يا نوصل يا نوصل حال الثالث ما فماش منه اللي هو نوصل شنو قلت بينك وبين روحك الفين وخمسة وقت لي ممشتش الامور في سوبرستار مثلا قلت عادي لانه ان وقتها كانوا برشة اصوات كانوا ماخذين ثلاثين صوت من تونس اللي هي لجنة الحكم ووقتها قالت انه وله بحياتنا عملناها انه اخذينا ثلاثين صوت من بلاد واحدة اللي معناتها ملقاوش ما يفرزوا من الاصوات الموحلوة يعني مشينا اهم اللي مغلبنا طوى في الساحة الفنية يعني معناتها الفنانين حتى اللي ما وصلوش للنهائيات والتصفات والحلقات المباشرة كلهم اسامي معروفة في تونس يعني اللي مشيهوا معايا كل التلاثين؟ لا مش التلاثين قطلك الاغلب شكو من الاسامي؟ يسرى محنوش يسرى محنوش اومي ما طالب اومي ما طالب يعني برشة اسامي طوى موجودة على الساحة الفنية بقوة طوك نحكيه على يسرى محنوش عملت اللي يكمل معها ايه كيف كيف اومي ما طالب عملت استاغاك بعض مش كاملت معها؟ اي من اللي يسيق ما عملش ما كاملش لكن ينا راني ما نتبعش في شنو عملهم بعد ما انت نعرف ليهو ما عملوا بعديك وما موجودين في الساحة الفنية ويخدموا اما ما طبعتش بالضبط شنو البرامج اللي ما انت اللي كانوا فيها عرفت واضح به آآ مبعد جيت تجربة آآ نجم الخاليج اللي هي تعتبر التجربة الكبيرة واللي عرفتك اكثر على الساحة الغنائية خصوصا في الخاليج والعالم العربي ننتي قد نجم الخاليج ونضحك ديجا علش؟ خطر يعني ذكريات حلوة برنامج قدمني للخاليج وللعالم العربي يعني دي ما نقول على طبق من ذهب آآ حابوني برشة ناس فيه آآ لمستش معانتها آآ ناس تحبك لالي شيء معانيا ناس تحبك تصوتلك بشتر تربحك وحصلت على قب معانيا وعملت بعدها معانتها آآ خدمت برشة وتعرفت في الخليج اكثر حتى في تونس كانوا يقولولي كنا من هايبوكش تونسية من عارش شنوه من عارش شاذوية تكليمهم عرفت هذي حاجة ايجابية ولا سلبية؟ انا نجم الخليج بالنسبة لي حاجة ايجابية برشة لا انو قلولك انتي تعرفت في الخليج ونسخيبوك خالجية انا هوقا قلت هلك انا قلت هلك وانتي يفهمها كيف ما تحب معانتها في تونس ماذا لان كنت برشة برامج حتى ينعمل انتاجات ونعرض عليهم وقلولي آآ والله انتي تونسية ليه جاي من كوكو باخر معانتها انا قلت هلك بمعانتها بستهزاء وانتي معانا اخلي اللي يفهمها يفهمها كيف ما يحبوه فسره علي كيفكو آآ نجم الخليج تظاهر معنتا الجمهور دستينيليه معناه معنتا الجمهوره ظاهر معنت ان جمهور خليجي بش يكون خليجي عربي كلت كنت تتواجهها متاعك له المشاركة في نجم الخليج كانت معانتها مدروسة لتصاور معانتا للجمهور هذك للموجود لهنه في الخليج لا كيف شيت نجم الخليج معناك كان أنا في بالي أنه بكون مواجهة الخليج في الوقت هذيك كان البرنامج تلي رياليتين الوحيد الموجود هو النجم الخليج كان ستفق مش سترك هديمين موقفينه وكانوا معناتها لقيتها ومشيت في قلبة تفديكها معناتها يعني وقت إذا كنت فهم استراك لا استراك مش أنا مني كنت برشة وقتها صغيرة كنت حلمي أنه سترك سترك بعديك عرفت كل فترة من حياتك تتبدل هكذا حاجات في مخك عرفت عليش استراك لي من عرش مش هنا قلت لك قبل كنا مغرومين بيهو أمنيتي معناتها نستراك بعديك اللي قلت الوقت ها يمكن فكرة جديدة فكرة جديدة ستاش يعيشوا في دار نشوفوا في حكايات هكا وكل بعديك اللي نقول لنا غير جو وتلقى مثلا طفلة مثلا تبدأ مهوسة بنجم معين تبيت تصابحت سنة في قوم مثلا بطب تايما ليه هذي بابو ما عشتهش مصيش المرحلة ذي ملهبي استنى في قومس بيحكي بيش قام هو ري قدويت استنى بيش حل عيني تمنيت تكون في الموسم الأولى متع استراك موسم الأولى اي اخي هبلنا بيوم نحنا الموسم الأول والوستاني كنا من مراقضوش نستنيه ومقتش مع انتا يغنيه والبرايم وشكون اربح وشكون ليه شكون شفت فيها روحك انا للأسف ما نشوف روحي في حد حد نشوف روحي في روحي حتى كنت نتصور وقتها انت كصغيرة في العمر وتشوف في فنانات هما نجوم وقت مشاريع نجوم همش فنانات وقتها ما نشوفش روحي في يوم انا نشوف روحي مثلا وقت لنشوف المسرح وقت استركها دماء أو الموسم وقت لنشوفهم هما طلوا عن المسرح نتخير روحي اينا نغني مش في روحي في شخصية أخرى وإلا نشوف روحي متانسوا هاي القاعدة يغني على المسرح نقول يا يريد اينا في بلاستولي نتخير روحي اينا نتخير روحك انت كأمل غربي موجودة في اينا هي الموجودة شو تذكر منها نجم الخليج الحلقات برشة حاجات برشة حاجات كل شيء كل شيء مثلا كل شيء معنطا غنيت مع بر معنطا مع برشة نجوم يعني هذيك اللي قعد ميموريزي عندي معنطا غنيت مع نجوم بريسك الخليج كلهم معنطا كان معنطا الحاجات الايجابية الأخرى بخلاف النجوم الايجابية كنت في 14 برايم طلعت عليهم معنطا تصويت تصويت لجنة حكم وتصويت جمهور معنطا احسن واحدة قديت ايه حاجة حاجة علامية على خل وشو من الحاجة السلبية فهم حاجة سلبية ولا ما شفتش حاجة سلبية لا فهم سوي في بعد البرنامج فهم تبعوك شو انا كنت تبعوني ايه معنطا جاء فترة صغيرة كنت عاملك معنطا عقد مع مؤسسة دبيل اعلام اللي مبعد بفترة تغيرت الادارة عندهم ومعنتها قال لك نحنا ما ناش شركة فنية بش نقعد وننجو كل ثلاثة شهر اغنية وكليب واكسترا فالغاوا العقد وتوجهت مبعد للانتاج سهل ولا صعيب انك تمشي البرنامج دستيني للخليج وانتي ما تعرف حتى شي على الخليج صعيبة من الول تقول خطر وقت اللي انتي تمشي البرنامج فيه مش مشتركين من الخليج العربي سعودية الامارات قطر تقول لنا بش نغني مثلا ما يجيش حدي غني تونسي خير من توين سأل معنطا هذا اللي كان الصعيب معنطا قادم على حاجة تقول غير يغنيه احسن بعدي كان بشوية بشوية معنطا البريم لو والثاني ثالث لقيت روحي علش لي هاني انما النجم نقول خير منهم معنطا حتى الجمهور واللجنة يشكروا في كان معايا سعودي بالنهائي وربحت محظوظة حمدو الله انك ربحت وقت قلت لك حمدو الله اكيد حالفني شوف هو الحظ الحظ ما ينجمشي ربحك يعني الاجتهاد مع الحظ هو اللي يوصل وانا منش يسرب الحظ بنسبة صغيرة يعني نسبة الحظ انه يلعب دوره فيك ما تقالش مثلا شم جيبة هذي معنطا تقالت برش معنطا من تونس من شمال افريقيا تهز لقب نجمة الخليج او نجمة الخليج لا هو وقتها صارت ثورة في الصحافة الخليجية معنطا كيفاش معنطا تونسية تقف بنهائي نجمة الخليج على معنطا قناة الخليجية وتاخذ اللقب امام مشترك من سعودية ثورة ثورة في الصحافة شمال الجنسيات اللي موجودة وقتا معاك كينوة تونس قطر سعودية الامارات سوريا لبنان لبنان برشا 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 الاردن كويت يعني اغلبية من دول الخليج هو كان اول موسم يشاركوا فيه غير الخليجي واضح ان شاء الله انتوكا حظ موفقة بعد نجمة الخليج تعاملت مع عديد الاسماء الكبار في العالم العربي ولي التوفيق مروين خوري برشا اسمي تحلت البيبن تحلت ايه كيف جوا معناتها كيف جيت النجاحات بعد بعد نجمة الخليج اول اغنية كانت من معفاية سعيد معناتها هي الموجهة الخليج هذي كشوي شوي هو البرنامج علش به انو يقدمك كي ما نقولين على طبق من ذهب تولي الفنانين يعرفوك تولي يستضفوا برامج معانتها كبيرة كي ما نعرفشين عملت لثة مرات تراتاتا وين نقول هذي ما شوف مش غرور نقول اينا الفنانة تونسية الوحيدة اللي صورت لثة مرات تراتاتا في موسم موحد معناتها اللي هو كانوا نجوم كلاس اي ما انتها يصوروا في الموسم حلقة انا صورت ثلاثة مرات هذا يحلك ببين انو تغني مع نجوم انو تتعرف على نجوم بعدك بديت بعد بعد ما وفي الكنترا مع دبي ميديا تجعت ننتج واحد وتعرف انت الانتجات في تونس معناية تنتج من جيبك وقريبة تبوسل تبوسهم وتقولهم ربي عديولي لغنية وما يعديوهاش بعد فترة قلت انا بالنهاية انا نجم الخليج نرجع للخليج وصار اتفاق مع شركة ايكاي بروداكشن للمنتج سيد الي خوري وبدينا نخطموه من الولوجديد على قاعدة صحيحة وموافقين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خممت في فترات انك تغير اللقب داعك لا سؤال راو ما انت لا لا ما اخترش ببيني لقب الغربي مش معروف باركونتر برشا يقولول يعمل اسم فني انا شافته محلة مثلا كنت شركة اختارت انو ما نكونش اسمي امال غربي وليو يحطوا امل الغربي مش امال الغربي رزينا شوية فحطوا امل غربي يعني اسهل على النطق منين جي غرامك بالموسيقى انا امي كنت في الدار الساعة كنت صغيرة نتقلق وبعدي كتوا وليت نقولها مغسي نقوم الصباحنا نسمعهم كلثومو عبدوهابو عبدالحاليم وشهر زادو مبرشنوع اللي نحفظتهم عندها وبشوية بشوية وليت ان نقول حافظتهم وليت ندندن ونغني شوية شوية بشوية وليت نجم تغني وتنجم تأدي كوميدفو في اي عمر يمكن 13 14 اول واحد قالك مبرافو حاك والصيد موسيقى نقرأ في الاعداد دي ما تعرف نحنا كنا نقرأ وحzd تربية الموسيقية فجاي بمعناها غنية كل واحد يغني شوية غنيت عرفت قال لي انتي تغني وقلت له ليرة واول مرة عني نجرب قال لي بش تولي تغني تولي تجي للنادي متاع الموسيقى وتغنينها استغربت لنا مع انتها لهالدرجة مع انتا نقول اني النجم ندندن وكل ما اعطاني هالكل البوش من وقتها شوية شوية من وقتها خذت حيقة في روحك اكثر وقلت النجم نكون والا انه استاذ موسيقى يقول لك والله صوتك حلوب شارك في الحفلة متاع الحفلة النهائي للسنة الدراسية وهكا مع انتا ثيقة وانتي صغين معنى يتحس روحك لانتي عملت حاجة ووقتيش قلت انه انا النجم نكون فنانة طب ما عادش مواهبه ويجب منواني يكون فنانة وقت ما وقت ما اخذيت جايزة لولا مواهب التونسية بو جرنين وبعدي كاتت شاركت في موهب مغرب العربي شاركوا معنى تبع مغرب العربي من المغرب جزائر مرتانية الجايزة المغرب ليبيا معانتا كل المغرب العربي واخذتنا الجايزة لولا الي هنين قلت علش لا معانتا كل هنا ما نطلع على في الموسابقة نخلج جايزة لولا علش لا معانتا النجم نكون فنانة مش غرور اما بديتك الثيقة معانتا تقول انتي موسيقيين وكبارات الموسيقيين يقولولك لي انتي صوتك حلو تعرف تغني ما كنتش تغني خليجي حتى كدن دن حسب اللي في بيري ما مستحيل غنيت خليجي اول مرة غنيت خليجي في الكاستينج متاعنا جميل خليج في الكاستينج مشيت نعم في كاستينج امي شايفت البندنانس متاع البرنامج قاتلي فان برنامج انا خليجي ما نعلمش نغني خليجي شو غنيت في الكاستينج انا موالهان رويشت انا موالهان اول مرة بقتن غني خليجي اول مرة تغني خليجي في كاستينج لبرنامج اكتشافت مواهب لنجم الخليج وتهز اللقب وفي الكاستينج انا استقربت نهرتها مع انت مشيت بزحكة ولعبة لقيت كانوا برشا يستنوا بش يعملوا كاستينج دخلت هنا بش نعمل كاستينج سمعوني قتلي استنى البره باديكا عايتت للمو صور يصور فيا شبيع ليش نكاها ويصوروا فيا بدون يمكن ما انتها بتعرف انتي كاستينج في تونس يبديو ميات الموش ما انتها مشي جي ويشاركو قلت الميسي ليش بلكش يصورو المشتركي لكل قيت روحي كنينة خرجت من الكاستينج طلبني لمرو لبناني قاتلي وانتي وين رجاعي 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 خير قاتلي لا 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 انتي حوانتي مستحيل ان سايبك انتي هلا حتقولي لنا وين قدي عمرك وشنو التعامل وكل شي استغربت معنا كل مشتركين هذوكم ساموا انو انا اول بره نغني خليجي حسيت فما حاجة غريبة مشنو اللي قاعد يصير كيفاش غنيتها تحب ناسمح بلا سبب تزعل وتجرح بالكلام تجلوب الدنيا على راسي وتروح لا معك ينفع عتابه لا ملام وين اسافر عن عذابك وين اروح انت والدنيا يا جلبي علي وانت غير الناس عندي وكل شي انا والهنانا الله الله برافو برافو كنت استحق انك تكون نجمة الخليج اي يعني فخورة اكيد مدامنا في جول الاغاني والاغاني لكابلا بش نقتلح عليك لعبة نلعبو لعبة مدام في الاغنين نلعبو بش نقتلح عليك وضعياتي نجميعيشهم كل انسان وانتي بش تغني من قلبك شنو تحس في لحظات اللي بش مدهم لكان لو اميل غربي فرحانة شو تغني؟ جيك خبار فرحك غني اغنيتي اللي نحبها برشا من الحان الاستاذ والتوفيق كل مرجح له تحية من خلالكم ارب تعالى يا عمر ارب تعالى نزل هنا ما احناش هنطلع يا عمر انت وش احسن منينا لو صاحب غدرك او صديقة غدرتك شو تقول لها؟ ما نقولش انا في الحكاية اذو شنو نقولولها؟ شو اغنية؟ اغنية لازم تكون معبرة معبرة؟ كمية الغدر اللي تلاقيتها كمية كبيرة نجم استعانة بصديق راو ما شنو الاغنية؟ نجم استعانة اغنية لازم تكون معبرة مثلا خاطرينة في الغدر والخينة انو ما نقوم تعالى كيف كيف اغنية تي بدي حدا عكسك حررني من حبسك لب نظرت وشوفك لب غمرت وحسك بدي حدا يمحيك بقى استيكة لو تعبدتك الغربة وتوحشت الاهل في الغربة فينا عمري راح في الغربة فينا أهل عمري راح في الغربة فينا عزينات نضيع تماء أهل عمري راح في الغربة فينا أهل عمري راح برافو الله الله لو لوالدة قدامك شو تقولها شو تغنيلها إلى حضن أمي يا حنو فقادي إلى حضن أمي يا حنو فقادي حنين البساتي للمطار حنين البساتي للمطار أمي أميرات كل العفادي أمي أميرات كل العفادي وأمي ملاك ملاك من البشري برافو ربي فضلك الوالدة برافو قدش مهم أنه الفنان كيكون في برنامج يقولولو غني غني مع أنت رينا برشا فنانين كنقولولوهم يغني ويقولونو والله مش وقت صوتي تعب الفنان في كل وقت يغني ومبحوحي غني والله والله المبحوحة عندي نهارين ونغني ونحس صوتي وقت اللي نبدأ مريضة ومقربة ومبحوحة نحسوا أحلى فمك البحة ونقولوهم يريد ندخل نغني نسجل في استوديو وقت ما نكون مبحوحة وواكة ومخنخنة وبالجريب لا للفنان في كل أوقات يغني مش نحكيه على الفن مش نحكيه على الأعمال أمال الغربي لكن ديسمبر 2022 في المؤتمر الدولي لصناعة التنمية والسلام في دبي تم تسميتك سفيرة للسلام والنواية الحسنة شون رسالة لتحملها للأسف معناتها في الأوضاع اللي نحن فيها مكتفين ومن نجم ونقدموا حد شي كسفراء نواية حسنة ومن خلال لك أنت اليوم نحب نقول اللي لقب سفيرة للنواية الحسنة نتخلى عليه على خاطر لقب بلا فعل من نجم ونعملوا بي حتى شي شكون اللي مقيدك أو شكون اللي اللي ما يخليكش الدفع على السلام شوف الوضع اللي قاعدين نشوفوا فيه في تلافذ كل يوم أنا سلام تحكي عليه يعني دول بطمطميمها ما نجمتش تعمل سلام مش نكونوا نحنا العبد الضعيف اللي ملقبينو بيسفير نواية حسنة إنو يعمل حاجة معقول ضحك على يضحكو على شكون أنا متبرية منو اللقب إذا كان كل واحد زادا ييج بدروحو شكون بشي قاعد من بعد في اللخر مع أنتها هذا سؤال معنا مع أنتها نتصور فما بشا سوفراء للسلام خلينا أنا طوى نم نحك أنت سفير نواية حسنة سوهيل شنو تنجم تعمل في الوضع الرهن من عرش حسب السفراء الأخرين شفت شنو تنجم تعمل ما تنجم تعمل حتى شي هم كل يوم يعملوا قمة ويحكيوا على الوضع أنا شوف حروب وسياسة ودين ما نحبش نحكي فيهم أنا حكيت على روحي كسفير نواية حسنة شكرا وإلى اللقاء تتخلى عليه أوفيسيال رسميا في جولد البودكاست رسميا 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 رغم أني قاعدة عندي فترة هنتناقش هنا وإدارة عمالي أنه نتخلى عليه وكنت من أول ما صارت الحرب وصارت هذيك نهارت ليصارت أول مجزرة وكنا نحنا مصدومين من نهارتها وإن نتناقش معي دارة عمالي قولهم لازم يعني زين شنونا عمبي عمبي حتى الشي إن شاء الله ربي مع أخواتنا إن شاء الله والتصاور اللي قاعدين نشوفوا فيهم الكل إن شاء الله معا تشراوا بالحق تعبنا نفسنيا وهما تعبين أكثر من نتذكر إنا من اللي عمري ستة سنين نغني عيوننا إليك ترحلوا كل يوم كبرنا وشبنا ومزلنا نغنيو وتعمل الحلم العربي وتعملوا برشة أغاني والطور نغنيو على ذكي قولولي شنو تنجم تعمل للقدس قولهم من نجم غنية ما عندي من غنيو عنا حمرنا كامل غنينا نفس الأغاني ومزلنا نعودو فيهم وغدوة أولادنا بشي غنيو الحلم العربي وعيوننا إليكي ترحلوا كل يوم للأسف للأسف وكما نقولوا ديما عننا أمل الأمل ما يتقطعش لكن وقت اللي في الاتحاد قوة وقت اللي يتحدوا نجمونا عملوا حاجة إن شاء الله إن شاء الله أنتوك تحية للإخوان الكل في إن شاء الله رب في الأراضي المحتلة إن شاء الله رب يجريه على صلاح إن شاء الله بيه من الدولة كيفش بالضبط أعرفت ألا لتقطع لنا عادة كل عيد وطني لازم نقدمه هدية بسيطة وأنه نعترف بالجميل لهالبلد اللي معايشنا فيه أمان والبلاد أنا اللي عليها معنا نحكي حتى على روحي ما نحكيش على الناس كل أنا عليها البلاد هذه عندها فضل علي من برنامج نجم الخليج لليوم فأقل حاجة كل عيد وطني نقدموا لهم غنية تكون عربون محبة وهذه كانت مبادرة من شركة المنتجة اللي أنجت الغنية وصورناها وحمد الله نيلة استحسن الناس حمد الله عيد الخير غنية جديدة خرجت من أيامات مناسبة عيد الاتحاد غنية مناسبة اليوم الوطني الإماراتي عشت الخير في الإمارات؟ أكيد عشت الخير وأكبر دليل لأن أنا أول فنانة تونسية تحاست على إقامة ذهبية يوم لمنحوا الإقامات الذهبية للفنانين والمبدعين أنت أول فنانة تونسية فنانة تونسية أخذت لقامة الذهبية أنا من أول 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 ولا لطيفة ولا أنا أقبل أنا أول واحد في المركز شنو يقول الشيخ محمد أنت حاطت كتاب الشيخ محمد براشد المكتوم يقول لك المعنى يعني ما نحفظهش كيما يقولها بالضبط ما يقول الشيخ محمد براشد المكتوم ربي طول في عمره أنه لازم تكون في المركز الأول لما تكون في المركز الثاني مثلك مثل اللي في الآخر في آخر واحد كيف كيف يعني فأنت هي يلول 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 لو كنتي أول فنانة تونسية حصلت على الإقامة الذهبية جولدن فيزا عندها ثلاثة سنين يمكن ولا قد يش مناعرفش فما امتيازات؟ امتيازات إقامة هي أما لما وقت اللي أنت دولة تمنحك إقامة عشر سنوات وترحب بيك ولأنك مبدع وفنان هذا حقها برشة محبة وبرشة تقدير واحتراب إن شاء الله إن شاء الله حظ موفق لك مهمة اليوم تكون في شركة إنتاج ناجحة خصوصا جاية من بلاد اللي فيها فقر كبير في شركة الإنتاج أشوف مش المهمة تكون شركة إنتاج ناجحة المهمة يكون فيما فكر بإدارة الأعمال خاطر متنجمين أنه اليوم نعمل سبعة شركات إنتاج وما ننجحش مو الفكر السليم يخلق النجاح برافا عليك إدارة تأنتاج ناجحة تخلق من فنن ناجح يعني وكي ما قلت أنت جاية من بلاد ما فيها شركة إنتاج إحنا سواء كيفش التعامل مع إلي خوري؟ إلي خوري مريح جدا وصعب جدا يعني فش تتمثل الصعب؟ الصعب فش يتمثل؟ يعني يحب يحب كيفش تعامل معك؟ وقت الخدمة يقول لك أنا أمي منعرفيش مع الخدمة تخدم من وقت الخدمة ما عنديش تتدلل وتتدلعي بيتك في الخدمة شو أمي؟ عسكر عسكر يحب المواعيد مضبوطة والستوديو مضبوط وفي التصوير عسكري عرفت العسكر هذا المنضبط أما هو كإنسان بالعكس مريح وكشخصية مع أنتها محترمة محظوظة؟ محظوظة إنك مع شركة إنتاج تكون في المستوى وتكون تقدرك وتكون موجودة معاك في السراء والذراء محظوظة في إنستاجرامك أربعة ملايين متابعة مع أنتها رقم مهم تعتبر اليوم فنانة أو أنفلوانسر؟ لا مانيش أنفلوانسر لا مانيش أنفلوانسر دليل اللي كل يوم جيوني عروض للإعلانات للجليكات والبرفرنية ما نعرف شنوها أنا فنانة يعني خليني نطبت حالي إلي أنا فنانة وبعدك أعرف لكن هاوف أما فنانين يععملوا إعلانات فما ممثلين يععملوا وقت ما يجيني إعلانة مع دولتي جبانة تيفاني أنتكو هذو بأي لكن فاندي إيرميس والله ما بش نمشي إنا ندهن البوماظة في داية معمولة بطماطم ونأعلين بش خواه تتقلق منهم؟ تتقلق منهم ليدهنوا؟ عنك زميلات الفنانات يدهنوا لا لا يا واحترامي لما تعمليش مشاكل ما فنانت إينا إذا حكوني جايبها بكريم ب بزال بوتل ما معنا شنو هذيك بربي لا تحيرني أمان لكن عندك زميلات عندك زميلات رميد هنا أنا زميلاتي فنانة أنا زميلاتي فنانة محسوبات عليك يا فنانة أنا ما تنشط ماطمه والحلزون سمعني أنا قتلك تجيني فاندي دولتي جبانة والله يا مرحبا إياها لو مرحبا غيرك ليه؟ يعني تنجم تكون انفلونسر بشروط انفلونسر بشروط مثلا أربعة ملايين مشاهد أو أربعة مش مشاهد أربعة ملايين متابعة على الإنستغرام مهم اليوم السوشيال ميديا في حياة الفنان قدش مهم كيفش تتعامل معه؟ مهم جدا السوشيال ميديا العباد ولد كل يوم نهار لي ما نعبدش السوري يقولوا لي عليك ما عبدش السوري ننبغ داي حكاية معناتها المهم يشوفوك حياتنا ولد سوشيال ميديا الأربعة ملايين متابعة على الإنستغرام لو نطلب منك تعطيني متاع الانستغرام يعني الجنسيات المتابعة أقل أقل وحدة تونس هذا لب السؤال أين الإمارات السعودية؟ مصر إمارات السعودية؟ أكثر حاجة يمكن نستعين بإدارة أعمالية؟ أكثر حاجة إمارات السعودية؟ فلبين؟ إيه باكستان هذي كل يشري باكستانيا فما حسرة فما حسرة إنو بلادك تونس ولاد بلادك مو مش موجودين معاك برشة أقل فئة ما نلومش ولاد بلادي نلوم الإعلام اللي في بلادي خطر ولاد بلادي ما يعرفنيش مقصر الإعلام؟ أسما بيش تحلي كجرحة الجرحة الماضية عرفتوا تونس إنتي كنت إعلامي في تونس وتعرف تخبيلة الإعلام في تونس تحيح ولي؟ أنا مرة مريضة ممشيتش صورت في برنامج منعوني من القناة ومن القناة كاملة ومن إني ما نتعدش وإني ما أغانية ما نتعدش هو كانت كانت سر كوي بين تالف زو إذاعة ما نتعدش هنا ما نتعدش هنا وصلت مش ماشية ماشية للراديو في الثنية وأنا في الثنية ودريكت معانتها لاي في البرنامج دي زولي يا أميل ما ما تجيش تعرف إن هي عصابة في تونس معانتها سامحوني في الكلمة عصابة يخدموا اللي يحبوا عليه وينحيوا اللي يحبوا عليه شنو يكون الرد؟ معانتها اليوم أنت إنتي ماشي الإذاعة أو للتلفزة وكيتكلم يقول لك ما تجيش ولا منعش شنو الرد متيح؟ علاش؟ علاش؟ معانتها تستفسر؟ اي نستفسر والله ما نعرفش ما هو ما يكلموك كل الأنثوات اللي حتوم والله ما نعمش هنا ولا يقالوا اللي علمني شي فلان إنو إنا نقول لك عنو لي عنو لي بعدي كاتمشي إنتي تكتشفي يقولوا لك راوة الموذيع الفلاني قالوا ما تعديوهاش خاطر هو عندو ببووار هل عندك الجرأة تسميه الموذيع الفلاني؟ ليه ما نسميهج عليش فش قام يزيه ومشهور برشة بحاجات باش مشهور؟ مشهور إنه واش باب ومزيه هو تسعين في المئة من المناشتين أو المقدمة البرامج يكونوا ش باي اي يكهو مع تشبابو مزين أكثر من هكي أكثر من هكך أكثر من هكا مشهور بامات انا ولا لن نوصفه ولا العظيمة نحكي واحنا خلينا من الوصف. قلبك معبي عليه? انا قلبي معبي على ما الاعلمين كل في تونس. وانا منهم? انتي عليه بالعكس استدعيتني قبل وانا اللي بجي تكشي ظهري. تقصينه مني. ما تفاهمني وقتها ما تفاهمنيش على الوقت. ما تفاهمنيش على الوقت حاجه هك. لي لي والله خلينا متفادي. كذا كله اللي قلنا يتفادل كوفين تنجم تنحي منه اللي تحب تنجم تاخو منه اللي تحب. ايما في تونس دوما تحبر للراديو. معا انو انا كل اصحابي رو ما انتها فنانين نجوم عرب. ما انتها اللبنانيين على امارياتيين. مش مش غالط انك تعديلهم اغانيهم. تسافر اللبنان اول ما تطلع في في التاكسي ولا في الكاربة تسمع غانية وديع وفيروز والفنانين وجدد متاحهم. حتى لي صوتو خايب يدعموها. اغاني بركة ودخل مع الجماعة. اه تمشي المصر اول ما تطلع في تاكسي مصرية تسمع تي تي انا عذاك المصري متاح وماذاك التابع متاح. تمشي الهم ولولو. تسمع الهم ولولو. تطلع في تونس تبدأ تحاول فيهم بربي راني عملت اغنية من مكتوبة راني ان نخدم صيف كامل بش نعمل اغنية. عديها. قل كل ليلة نشوف. والله المدير قال لك بزوز ملايين نعديها لك جماعتين. هاكو صفتهم بالعصابة. اي عصابة. لي وما ومشالله ما يتغشوش مني. وحتى كنتغشونهم مرة عادي. عصابة ورئيس العصابة هو الاعلامي اللي حكيت عليه بك لشوية. شوف هو برشا عصابة. هو مليلي ما هو مع عصابات عصابات. في تونس. كل قناة عندها لكليك متاحة. وكل راديو عنده لكليك متاعه. وكل اعلامي مستفيد من فناني عادي له اغانيه. وهكي ما اعتقدش من اغنية انا عاديتها للراديويت في تونس. لعما انا عندي مشكلة في السماء نختار اغاني خايبين. الحمد لله عندي موذني باهين. لكن تعديت. ونخدم مع اهم الاسامي التونسية. خدمت معهم. ودفعنا من جيبنا. وحتى راديو ما يعدي. تعديت عندك عام ونص. عام ونص بعد ما ما كلموني يا اخي. قال لهم سيد الاخوري هاي ادارة الاعمال الفنان اما الغربي معك سيد الاخوري. يكي وليد عندي ادارة اعمال لبنانية. وليوا يكلموني. سبحان الله. ذكروني. يعني لو لو ما عندكش ادارة اعمال. ما ولدش عندك ادارة اعمال لبنانية. ما تتعادش في العلامة تونس. والله العظيم. والله العظيم. في تونس قعد تقديش يمكن خمسة ستة سنين. قريب نحاول لهم ربي عديو اللي غنية. جي البرنامج الفلاني ترشنوها. تعديت. تعديت مرتين ولا حاجة في 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 برامج. وكان من بأمر من صاحب القناة. قال لهم ربي عديو فلانة الفلانية جيبوها في البرنامج هاي ذوي ذوي. كان مش صاحب القناة بذات نفسه عمل تليفون بش يعدي وني ما يعديك حد. شو تقول لهم؟ قول لهم ميرسي خليتولي اسراري اسرارين. تثقر قعدة? اه مش ناثقر انا. في عملية الثقر بدين. لي 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 يا انا ليه يا في روحي يركز مع نفسي. يعني لي شوفها مع حاجاتي في في الدنيا اه كل ما تتوجاعك انا كل ما نتوجاعك كل ما نشد صيح اكثر. تشوف انك خديت تحظك بالجدايا في الخليج ولا ولا شوية شوية ولا قدش نسبة رضاك. ما زلت ما عنديش الرضاة الكامل ما انت. ما زلت ما زلت. وقتاش تقول. راني سيبون راضية 100% شوف الإنسان ما عندوش الرضاة 100% حتى قد ما توصل قد ما تحب أكثر يعني نحن فينا نحن البشر فينا ما فمش نسبة رضاة 100% مستحيل كنت في تونس قبل ما تهاجر وتمشي للمرحلة أخرى من الغربي وصلت للمرحلة أوصلت في فترات أنك دبرمت دبرمت كيفش قولها دبرمت قصدك معنية حالة اليأس يأس دبرسيون ليه مش دبرسيون أنه تهز إيدك معنى هذية مرحلة وتعدينها ما فمش دبرسيون ولا يأس لأنه اليأس تيقف غادي ليه معنى تهز إيدك تقولها هذية مرحلة وتعديت نمشي ولي بعدها وتخطيتها في ساعة وقتها ولا تعبدك شوي ليه ليه أنا نتخطى عندي فلسة كننزلها اليوم برمجة مواضح به هل ما زلت كي طابة تونس تكون مع حراسة شخصية؟ أنا في دبي بحراسة شخصية حتى في دبي؟ ليه ليه مفادلك مفادلك دبي بتمشي بيها بحراسة شخصية عليش الحمدول على نعمة الأمان كنت تحاوس بحراسة شخصية في تونس؟ في تونس هاي في تونس ريت هذا خوف من شكون؟ ما كينوش خوف كينتا كيكا معنى نحكي الحكاية؟ نحكي أنا؟ هاي تفاضل لا؟ كنت تحاوس بحراسة شخصية خوفا من طريقك؟ خوفا من طريقي؟ هاي عليش وغول اللي يهدد فيك؟ ليه 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 هاي ولا؟ ليه ليه يهدد فيك ليه؟ لونك نحيو كنت تحاوس بحراسة شخصية؟ حبيت نعيش عرفت قتل ما خليني نعيش النجومية الحراسة هيكي كعمل نايا وكا ريق النجومية حبيت نعيشه شوي كل نجوم العالم تعمل حراسة شخصية؟ ليه ما وينة حبيت نعيش النجومية قلت خانجرب عرفت كيما كلا نجرب نعيش الدور شوي بازهر وقت هالجلسة متاع الطلاق شوي بازهر وقتها كانت الجلسة متاع الطلاق متاعك بحراسة شخصية؟ تتحاول بحراسة شخصية؟ ليه طلاق بل هيكي لا لا وقتها وقتها متأكد ملعنش ملينا نخاف على روحي وجميلة قلت يرميشها ليه متقتلتني اليوم خوفا مشكون من 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 خطوة سيد المنتج ليش عملتنا حراسة سيد المنتج ولا يحرم عليك؟ خلي دنياك شركة الانتاج خايفة على الفنانة اللي مصحة معها واللي عندها معها شغل يبكن نوبا المنتج قدامي نجم نفهم انه خايفة عليك انتي عليش قبلت؟ خايفة على روحك؟ قبلت انا قبلت فما واحد ميحبش عيش العز ياو خايف هكا تو هكا ما حليت عيش العز باندا حتى وقل الجسار وقتها قلنا فهمت عليش الكيف فهمت ليش سياسيين ما بيروحوا من الكراسي قال عشان عايشين هالعز والسيكوريتي والشيكوريتي هل تعرفت الفترة انك تدور بحراس؟ كم في تونس؟ كيت روح لتونس تعمل حراس؟ ناي حد اللحظة هذي كيت روح لتونس تمشي بحراس؟ هو سيارة مصافحة كذلك هل هل ونلبس انتيبال تحت لحويش بلحا قلت فضلك نلبس انتيبال تحت لحويش عليه فنانة ولا صدقني هل صحيح فما القانون في تونس تغير غير قيس سعيد على خاطر امال الغربي؟ على خاطر امال الغربي؟ ليه ليه مش على خاطر امال الغربي شنوه؟ شو القانون الساعة؟ انسيت روالله بالضبط انسيت بما يخص؟ ليه ما هوش تعمل على خاطر القانون ليه هي قبل بفترة من القانون كنت انا نصوره في فيديو عفوي في قدام القصبة الوزارة الأولى وكانت سيرات الحراسة وكانوا الولاد اللي حراسة نتاكن حراسة نتاكن فصورنا الي خوري صورنا فيديو عفوي قل لي مهبتوا على تيك توك انو انتي في تونس وانا قطلوا الكوسكسي كنا نكلوا في كوسكسي مجلة تونسية وكل قطلوا الكوسكسي ولا يتعب ولا تعبت معات فيي وطلعت في كربا الفيديو هبتوا على تيك توك قلقيت وبعدين كانت تونس كيم تكتب اللي انا بنت اخ بنت اخ مرت الرئيس والسب فيا وفلوس الدولة وسيارات الدولة والحراس الرئاسي وموافرين لها وبنت اخت انا رئيس وانا انا بنت اخت الرئيس اخرجت حتى في الراديو وقلت ما عندي حتى علاقة انا بزوجة الرئيس قاسعيد وبعد الفترة عاملوا قانون اللي هي اي اشاعة تخص رئاسة امورية واللي في السوشال ميديا واللي يعني اللي عاملوا دي بوليميك على حكايتك من هكا اشاعات يتحاسبوا قانونيين يعني بالكورتاج متياك تحوس بالكورتاج طوي كورتاج من الناس تحمي فيك و انا في دبي طوي نخرج منحب ما تخافش انه تفهم بالغالط معنى الناس اليوم يقول لك عليش تونس معنى تخوف لدرجة معنى اليوم كانت توضحها عليش خايفة من شنو خايفة ليه هي مرة مرة صارت ليه ليه هي مرة معنتها كي كمان صارت مرة من تجلت عليك تواع انتبال وحراسة من ارشنو لا لا مش نحكي عن انتبال نحكي الحراسة اللي صار صارت مرة منتبال تكادوريم ما كادوريم يا يابط بحراسة ولا بالحق عليك نور خوري هو يحكي على رونالدينيو ومش على كادوريم ايه هو ما هو بات معاها وقتا مع كادوريم ايه عمل حراسة رونالدينيو ايه نورمال انا رونالدينو بيه عبشو قلق اخي رونالدينو حسن مني عابط بحراسة في تونس وانا ليه بيه اميل غربي فاش قعد تتحاضر فاش غادسة شنو المشاريع القادمة برشة جديد ايه صورنا تزوز كريبات جديد ايه كريب صورته في بالي والثاني في ماليزيا يعني بشوفه تصويره جديده في بالي وماليزيا اختيار توجه للجمهور الماليزي مثلا او الجمهور البالي تصدق حاجة اعملت جمهور مو جمهور بمعنى جمهور الماليزيين يشوفوني ينصور في الشرع ومانتها يشوفوا في كيب متاع ايه يشوفوا فيها واللي كلهم ميلا وجوجي ويسهلوا معنتها لوليد شكوني فانينا يدخلوا انستجرام يعملوا ليفولو لقيت كمية من ماليزيين واندوسي اندونيسيين عاملين ليفولو واللي ويتابعوا فيها متابعين في البلدان اذي ايه بجيتها كيكا بصدفة خطنا احنا نصوروا في الشرع صورنا معنتها اكثر العشرة ايام نصوروا بين الناس والشارع وكل فنس كل تسهل شكون 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 قيت نستبع فيها هيدهم اغاني ان شاء الله بشي خرجوا بروشان ما وكيفيش الستراتيجي متاحهم معنتها بشي اشوف انا منعرش بالضبط حسب الشريكة وقتين شوف التوقيت المناسب انها تتابطه ما عنديش فكرة بالضبط واضح ان شاء الله انتو حظ موفق وان شاء الله نشوفوهم على قريب نخلي الكلمة ختم شكرا امل غربي نتمنى لك برشا توفيق شو تقول الناس اللي تتبعك مرسي لك انت على استغافة البيهية والناس اللي تتبع فينا نقولهم برشا جديد ان شاء الله يا ربي نيل استحسين وربي وفقنا ان شاء الله شكرا امل غربي على الحوارة ذاية في شكرا للكيب الكل اللي تأمن لكم كل جمعة جولدن بودكاست نتقابل ان شاء الله في الحلقة القادمة من جولدن بودكاست على مختلف البلاتفورم انستغرام يوتيوب تيك توك وفيسبوك اجمل تحيات صحي الغدوي باي باي اشتركوا في القناة